كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجليعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن عالم الملائكة أولا نحمد الله تعالى أن وفقنا وإياكم لسيام رمضانا وقيام ليليه ووفقنا لتلاوة القرآن العظيم ونسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر هذه الليلة المعظمة المباركة التي أنزل فيها ربنا عز وجل القرآن على العباد وهذه الليلة من خصائصها أن الله تعالى يرسل فيها الملائكة انتظروا أيها الأحباب الكرام هذه الأيام هناك ظاهرة عظيمة جليلة قل من ينتبه إليها من أهل الإيمان وهي نزول الملائكة إلى الأرض تختلط بالبشر قال فيها ربنا عز وجل عن ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ينزل جبرايل عليه السلام في كوكبة من الملائكة يغزون الكوكب الأرضي يسلمون على كل من يصلي كان ساجدا أو ركعا أو قائما أو يدقل الله وهذه الملائكة تتعرف على العباد ومنها من يبقى معنا يبقى معنا مدة طويلة فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام في حلقة هذا اليوم نتعرف عن عالم الملائكة من هم ما هي صفاتهم ما هي أدوارهم ولماذا خلقهم المولى جلع له يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض لجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وتلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ربنا يحمل نفسه الطاهرة العلية بأنه فاطر السماوات والأرض أي منشئهما يعني أنه لم يكن هناك لا سماوات ولا أراضين ولا وجود كان هناك العدم فربنا عز وجل بكون فيكون خلق السماوات والأرض فاطرها أي خالقها مبدعها على غير عادة وجاعل الملائكة رسلا فالملائكة هم رسل ربنا عز وجل يستفيهم ثم يكلفهم بمهام أولي أجنحة من صفات هذه الملائكة عندها أجنحة تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به وسرعتها فوق الضو فوق الخيال أولي أجنحة متنى وتلاتة وربع أي من الملائكة من له جنحان ومن له تلاتة ومنهم أربع بحسب مقتدة حكمة الله تعالى وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة الإسرائي والمعراج وله ستمائة جنح بين كل جنحين كما بين المشرق والمغرب لهذا قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء أن يزيد بعض مخلوقاته على بعض في صفة خلقتها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي عدد أشياء كثيرة إن الله على كل شيء قدير فقدرته تعالى هي تدل على عظمته وعلى جلاله الملائكة أيها الأحباب الكرام هم مخلوقات نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تنم تصور مخلوق نوراني لأن الجان خلق من مارج من نار وبني آدم خلقوا من الترب من الحماء المسلون من الطيم لكن الملائكة خلقت من النور وهي لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتناكح ولا تتناسل ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوتة ولا بالشهوة هم مخلوقات من قبس من نور الله عز وجل خلقهم الله عز وجل وجعلهم منزهون عن الأعراض البشرية من نوم وأكل وشرب وتعب وهم سبحانك يا جليل معصومون من الخطأ لا يرتكبون ذنبا ولا معصية منذ أن خلقهم الله وأمرهم بما يفعلون هم ينفدون ولا يجادلون ولا يناقشون فقط ينفدون كما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون فهم مطيعون لأوامر الله وظيفتهم الأساسية هي عبادته جل علاه وتسبيحه والقيام بأوامره دون أن يصبهم تعب أو فطور كما قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يشعرون بالتعب كل وقتهم ذكر وكل وقتهم عمل هؤلاء الملائكة حينما يأمرهم المولى عز وجل يأتون إليه ويقفون بين يديه صفوفا مترصة كما يفعل المصلون حتى إن الله تعالى أقسم بهم فقال والصافات صفة والصافات صفة يعني هم الملائكة الذين يستفطون صفوفا أمام هيبة الإله دو الجلال والإكرام لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة لما يرى الناس أعداد كبيرة وهم مختلفون يقول لهم ألا تستفطون كما تستفط الملائكة عند ربهم فقلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يقيمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصفت وهؤل الملائكة من صفاتهم أنهم شديد الخشية لله رب العالمين كما قال الله تعالى وهم من خشيته مشفقون وهم من خشيته مشفقون وخشيتهم له هو إجلال وإعظام لأنهم يعلمون أن أحدا لا يقدر لحق قدره قال صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا ما عبدناك حق عبادتك يا ربنا إلا أننا لا نشرك بك شيئا تصور هؤلاء الملائكة لا يموتون منذ أن خلقهم الله قبل الجن وقبل الإنس وهم أعدادهم لا تعد ولا تحصى أضعاف مضاعفة للبشر والجن وهم كتر ما في موضع قدم في السماوات السبع ولا موقع شبر ولا كف إلا فيه ملك ساجد أو راكع كل وقتهم عبادة ومع هذا يقولون يوم القيامة يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك هؤلاء الملائكة عندهم وظائف متعددة كل مختص بعمل معين ونفهم ذلك من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في دعائه سيدنا النبي لما يكون بصفة القاضي لما يكون بكونه قاضيا يحكم بين الناس بين المتخاصمين في جلسة القضاء كان دوما يبدأ بهذا الدعاء يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدمي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فأشاهد عندنا أن سيد النبي يدعو الله تعالى ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يعني يذكر هذه الصفات دية الجلال والإكرام جبرائيل من هو؟ هو أفضل الملائكة ووظيفته أن الله تعالى خصه بالسفارة بينه وبين رسله هو السفير السفير الذي يجعله الله تعالى بينه وبين الأنبياء والمرسلين وكان يكلف بإنزال الوحي إليهم ويعلمهم هو المعلم هو الأستاذ هو الفيلسوف هو صاحب العلم النوراني أما ميكائيل عليه السلام فإنه ملك مكلف بإنزال المطر من السماء وإن بات النبات في الأرض ليقتاتا إنسان والبغائم برحمة الله يعني هو المكلف بالإطعام لاحظوا بأن أيها الأحباب الكرام المكلف بالتعليم والتربية والتوجيه هو جبرائيل وزير سفير للتربية والتعليم والتوجيه ميكائيل هو وزير مكلف بالفلاحة والزراعة والعناية بالبغائم وبالخضروات والنبتات والأمطار والمياه يعني نحن في ضمان الله نحن لا نخاف من أزمة اقتصادية ولا أزمة فلاحية ولا أزمة أزمة كذا لأن ربنا هو المكلف وربنا قادر على كل شيء وكلف هؤلاء الأنبياء كلفهم هؤلاء الملائكة كلفهم بهذه الأمور إسرافيل هو مكلف بالنفخ في السور يوم القيامة وهو يأذن بنهاية الحياة على الأرض وبداية فصل جديد من الحياة في عالم الغيب إسرافيل وكأنه وزير الحرب وزير الأمن العام يحفظ الأمن العام يعني هذا كأن حكومة حكومة ربانية في السماء ثم هناك أيضا ملائكة وآخرون هناك حملة العرش هم أعظم الملائكة حملة العرش يعني أنهم أمام عرش الرحمن كما قال تعالى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تمانية هؤلاء لما كلفهم الله بمهمة حمل العرش تهيبوا وعجزوا فقالوا يا ربنا إن العرش عظيم وكبير وجليل ونحن ليست لنا قدر على ذلك فقالهم الله عز وجل قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله تعالى فلما قالوا قالوا هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حملوا العرش بكل بساطة قيل أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم استتنى الله تعالى هؤلاء الثمانية من الملائكة فقال بعضهم لبعض إن الله تعالى قد أعفانا من السجود لآدم لأننا مكلفون بمهمة ربنا محتاج إلينا لنحمل هذا العرش فلما علم الله تعالى مقالتهم قال إذا أتركوا العرش أتركوه فلما أرادوا تركه تهاووا وتساقطوا فتمسكوا بالعرش فعلموا حينئذ أن العرش يحملهم لا هم يحملونه لا ينبغي أن يفهم من هذا أيها الأحباب الكرام أن الله تعالى محتاج إلى الملائكة ليقدموا له خدمات الله قدير الألوهية مقام الألوهية مقام الربوبية لك أن تتخيلها فهي شيء عظيم ما قادر الله قدره الله قادر على كل شيء يفعل كل شيء وإنما ربك أراد أن يسلل بعض المهام لبعض المخلوقات ويعطيهم قيمة فقط وإلا فالله قادر على كل شيء فهم يحملون عرش ربك ولكن علموا فيما بعد أن العرش يحملهم لا هم يحملونه هؤلاء الملائكة الذين لما وقعوا في هذا الخطأ صاروا أكثر عبادة وأكثر أكثر 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 خشوع وأكثر تسبيح لله وتضاعفت مثامهم وأصبحوا يكترون من الاستغفار لهم ولمن في الأرض من المؤمنين كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم من ذلك الوقت صار هؤلاء الملائكة يعرفون عظمة الله لأن دن بعضهم أن الله محتاج إليهم وحينما كلفهم بعض المهام فالله غني عن العالمين أمره بين الكافي والنون إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون هؤلاء الملائكة أيضا يساعدهم ملائكة آخرون سياحون في الأرض يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم سلام أمته وصلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله في الأرض ملائكة سياحون يبلغون عن أمة السلام إن لله في الأرض سياحون من الملائكة يبلغون عن أمة السلام هؤلاء الملائكة أيها الأحباب الكرام أنواع وأشكال من بينهم هناك الحفظة الحفظة عملهم أنهم يحفظون الإنسان ويحمونه من المصائب والعهات والنوازل كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين يعني هم عبارة عن رجال أمن من الملائكة يحفظون كل مؤمن خلقه الله أنت أيها الإنسان لما تنام أنت محفوظ بحفظ الله وأنت لما تذهب إلى عملك في الطريق أنت محفوظ بحفظ الله وأنت لما تترك أهلك وأولادك وحدهم هم محفوظون بإذن الله وأنت عندك أموال وعندك ممتلكات هي محفوظة بأمر الله رغم أن هناك في الدنيا رجال أمن وهناك كاميرات مراقبة وهناك إجراءات وروتينيات ولكن الحفظ الحقيقي من الله وإن عليكم لحافظين أي موكلون بحفظ العبد المؤمن من الجان والشيطان والوهم والهوام كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله وهذه صفة للمؤمنين المؤمن لا يخاف من صفات المؤمن أنه لا يخاف قطعا إلا من الله جل علا لأنه يشعر بالأمان إذا نام لا يخاف لا من الجن ولا من الشيطان ولا من الهوام لأن المحفوظ ربك دلي الحفظ وإذا سافر وترك ممتلكاته وأهله وأولاده يعلم بأنهم في أمان لأن رب دلي الحفظ وإن عليكم لحافظين وهناك الكرام الكاتبون هؤلاء يقومون بكتابة أعمال البشر وإحصائها عليهم كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هؤلاء الكاتبون هم يكتبون عنك كل شيء أي عمل قمت به أي كلمة نطقت بها أي فعل قمت به يكتبونه لك عليك يعني بحلقة ضباط كتابة الضبط كتابة الضبط عند القاضي هناك كاتب الضبط يكتب كل الكلام الذي ينتق به الإنسان لكن من صفتهم كما قال تعالى كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ماذا يكتبون يكتبون فقط ما فيه الخير الذي وعن اليمين يكتب ما فيه الخير إذا قمت بعمل فيه الخير أو قلت كلام فيه الخير يقول هذه حسنة إلى عشر حسنات إلى سبعين حسنات إلى مال نهاية ويكتبونها ويبعثونها ظليدي تتمحي ديك الساعة أما إذا كان العمل الإنسان سيء أو كان فيه إتم فإنه لا يكتبها وإنما يقولون لعله يستغفر لعله يستغفر لعله يتوب فإذا جاء الليل قبل أن ينام ثم قال العبد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه محوا كل ما كتبوا من السيئات وأرسلوا فقط ما عملوا من الحسنات هذا معنوا كراما كاتبين أن فيهم الكرم يكتبون فقط الخير وينتظرون منك التوبة والاستغفار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هؤلاء الكرام الكاتبون ثم هناك من الملائكة أيضا مخلوقات كثيرة جدا للغاية هناك ملك مخيف مخيف هو ملك الموت لقال في الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون هذا ملك سيزورنا يوما ما يزور العباد يزور العباد وقبله هناك ملك قد زارنا في بطون أمهتنا وهو الملك الموكل بنفخ الروح هذا الملك احنا شفناه كاملين لكن كنا بقى صغار كنا ما زال أجنة عقلنا لم يتكون بعد لما كنا أجنة في بطون أمهتنا لما كنا نطفى ثم عنقى ثم مضغى ثم ربنا خلق العظام فكسى العظام لحمى ثم ربنا بعت الملائكة لينفغوا في الروح هؤلاء الملائكة هم الذين يسجلون عقد الولادة للمولود ويحددون تحديد مسار حياته قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا لما يكون في الجنين في بطن أمه الملك يقول أي رب نطفى أي رب علقى أي رب مضغى فيتكون الجنين ويتخلق ويتطور مرحلة 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 فإذا أرد الله تعالى أن يقضي خلقا ربي بغي يكون خلق باش يكون واحد من العباد قال الملك يا رب ذكرا أم أنت فيقول الله عز وجل إما ذكر وإما أنت يتشكل يعطي أعضاء تناسلية ويقوله الملك أي رب شقي أو سعيد فيعلم الله مصيره هل هو من أهل السعادة أم هو من أهل الشقة فيكتب ثم يقول يا ربي ما رزقه فربنا يقدر له الرزق محدد ويكتب ثم يقول يا ربي ما أجله فيحدد له الله الأجل بالساعة والتانية والدقيقة والجزء من المئة فيكتب كل ذلك في بطن الأم هذا الملك يسمى الملك الموكل بنفخ الروح في الأجنة وهناك الملك الذي سوف يزورنا مهما امتد العمر دناء هو ملك الموت الذي هو مكلف وموكل بقبض الأرواح وعنده مساعدين يقومون بتغسيل الروح وتكفينها ورفعها إلى البرزخ كي تدفن لأن الناس أقارب الميت يقومون بغسل الجتة وبوضع الكفن ثم يدفنونها لكن الروح يأمر ملك الموت بقبضها ثم بتغسيلها وتكفينها ورفعها إلى البرزخ وربنا عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وهذا الملك له أعوان من الملائكة تسمى ملائكة الرحمة ومعه ملائكة العذاب أيضا والعياد بالله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصف لنا ما يفعله ملك الموت وأعوانه قال صلى الله عليه وسلم عندما يحضر الموت للعبد عندما يحتضر ويريد أن يموت قال إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن وجوه الشمس فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة الطيبة أخرجي إلى رحمة الله أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ويبقى هكذا حتى تأخذ الروح الطيبة يغسلونها ويكفلونها أما إذا كان كافرا ماذا يقول له قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضب الله نسأل الله السلام العافية هذا معنى قوله يا ربنا عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وطبعا بعد البعث والنشور هناك ملائكة آخرون من أعظمهم ملك اسمه رضوان رضوان من هو رضوان عليه السلام هو خازن أبواب الجنة وهو رئيس الخدم الذي يعطيهم التوجيهات ربنا عز وجل أعد جنة عرضها السماوات والأرض للعباد المؤمنين يدخلونها بسلام آمنين ويستقبلهم رضوان هو رئيس الجندي والخدم في الجنة هو الذي يعني بحلقة يعني مطعم كبير جدا الذي يقوم بتقديم الطعام والشراب والخدمات والإقامة والآتات يعني يعني كل ما يضنه الإنسان رضوان هذا هو زعيم ورئيس الخدم والخدم هم أشكال وألوان وأعدادهم كثير جدا يقومون أطلب ما تشاء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولدينا مزيد أطلب ما تشاء تقول يا رضوان أريد كذا يعطيك كما قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أنت تدخل القصر ديالك العظيم تدخل الملائكة من كل باب لأن قصرك فيه سبعون جنح في كل جنح سبعون غرفة في كل غرفة سبعون من الخدم والحشم الملائكة يدخلوا عندك أطلب ما تشاء هدو مكلف بالإطعام هدو بالغسيل هدو بالنظافة هدو بالغناء والطرب كل واحدة ما تشاء هؤلاء الخدم من الملائكة لا يحصى عددهم وجاء في الحديث أن ما من أهل الجنة من أحد إلا ويسع عليه ألف خادم كل خادم يقوم بعمل لا يقوم به صاحبه وهؤلاء الملائكة لمعارضون ربنا خلقهم في آية من الجمال والأناقة والطيب أعطم الله وحد الجمال جميل جدا كل في خدمتك يعني هما خدام ديولك يعني ما تخلصهم ما تتدير معهم إجراءات وربي خلقهم من أجلك جمال وصورة عظيمة وأناقة وطيب يخدمونك يعني المرأة التي تخدم في الكوزين النهار كامل وكتشكى الرجل يخدم في العمل النهار كامل وكيتعب أولدت لك أنا في المدرسة وكي يخدم القول مشقة كل هذا سوف ينتهي ما في نصب ما في تعب هناك النعيم وهناك من يسعى على خدمتك وكأنك من أعظم سلاطين العالم كما قال تعالى ويطف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا ويطف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا هم في غاية من الجمال وغاية من الأناقة وغاية من الطب هدى هؤلاء هم الملائكة لمع الملك العظيم اسمه رضوان خازن أبواب الجنة ورئيس الخدم بالمقابل هناك ملك أخر اسمه الزبانية مالك مالك لعند الزبانية وهؤلاء يقومون بشؤون النار وأهلها رئيسهم ومالك خازنوا النار قال الله تعالى وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِتُونَ مالك هو خازن النار واللي في جهنم من اللي غيرت عذبه غيرت يطلب منه هو يقول لنا طلب من ربك طلب منه غيرت يقضع لنا احنا بغيرت غيرت يقصر لنا نموتوا باش مقوحيين باش هاد العذاب خالد هاد العذاب انت غيرت تهي خالد صعب جدا وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَنَا رَبُّكُ قال إنكم مكتون للأسف الآخرة في الخلود الأبدي أهد الجنة عندهم الخلود الأبدي وأهل النار عندهم الخلود الأبدي مكتون إلا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله هؤلاء الزبانية لمع مالك هم عددهم تسعة عشر ملكا وهم عظام في شكلهم ربنا عز وجل يقول عن المجرمين سأصليه سقر وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرَ لَوْوَاحَةٌ لِلْبَشَرَ عليها تسعة عشر يعني كنت تكلم عن المشركين والكافرين الذين يؤدون أهل الإيمان ويحاربون الإيمان والدين قال مصيرهم أنهم بعد الموت والبعت والنشور سيصلون سقر سقر ما يسقر قال لك وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لا يمكن أن تتخيل ما معنى هذا السقر هو مقام في النار والعياذ بالله لا تُبْقِي وَلَا تَذَرَ لَوْوَاحَةٌ لِلْبَشَرَ كَتْضُورُهُمْ حَلْفِرْفَارُ وَكَتْلُوحُمْ عليها تسعة عشر سعة عشر من الملائكة زبانية عظم نسأل الله السلام والعافية وهؤلاء مخيفون في شكلهم من شدة الهول ألعلم الله تعالى عليها ملائكة غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُومَرون عليها ملائكة غلاض شداد نسأل الله السلام والعافية كذلك الملائكة هم كتر من بينهم هناك واحد نوع من الملائكة المختصين بالحرب نحن في الدنيا كين حروب بين البشر وهؤلاء الملائكة ربي عز وجل جعلهم يحفظوا المؤمنين فيما كانتش حرب دولية ولا إقليمية تكونوا في واحد الأبرياء من أهل الإيمان وأهل اليقين ما عندهم لا قوة ولا جهد هؤلاء ربنا يطمنهم ما تخافوش رمعكم واحد جنود دي الله تعالى من الملائكة مختصين بالنصر والتأييد للمستضعافين في الأرض ومن بينهم تعرفنا عليهم في حلقات سابقة لما اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم من طرف المشركين وظلمه ظلما عظيما وبدأ يستغيط الله تعالى في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فيها فإذا جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله قد بعت إليك ملك الجبال لتأمر بما شئت في قومك فناداني ملك الجبال فسلم علي فردت عليه السلام ثم قال يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين فقال النبي الكريم لا لا يملك الجبال بل أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا وظل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هؤلاء الملائكة دي الحرب دي النصر دي التأييد يعني المؤمنين إن كانوا في ضيق رامشوا حدهم معهم الملائكة وتعرفنا في غزوة بضر الكبرى التي مرت في سبع عشر من رمضان كيف أن الله تعالى بعت كوكب من الملائكة لنصرة المؤمنين لما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إلى أن قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين المدد الإلهي فالمؤمن هو لا يخاف الجوع ولا يخاف العطش ولا يخاف غلاء الأسعار ربي دار الملائكة اللي هو يا غادي يكون دائما يجب لنا الطعام والشراب وغادي يكون دائما ربنا سبحانه وتعالى كلفه بالطعام للبشر هو ميكايل وربنا عز وجل العلم العلم اللدني العلم رباني موجود كلف الله به جبرايل عليه السلام وعند الظلم لا قدر الله ربي خلق ملائكة اللي هم يقوموا بدفاع عن المؤمنين وهكذا الملائكة عندهم أعمال كثيرة من بين الأعمال وأهمها كان هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل دورهم أنهم يصلون على النبي ملائكة دورهم يصلون على النبي لماذا؟ لأن سيدنا النبي محمد هو النموذج الأكمل الأمتل يعني البشر اللي خلقه الله تعالى وربي جعل قلبه أطهر القلوب وأصفاها وكلفه بالرسالة وابتلاه الله كل الابتلاءات أعطاه الله اليتم والفقر وضاق الظلم وضاق الاعتداء وضاق طلق بناته وضاق اتهام عرض نسائه ومات له أولاده وكل المصائب وقعت للنبي الكريم وتعرض للسحر وتعرض للصم كل شيء وكان قوي العبادة يقوم الليل يصوم النهار ويجيد بالحق أجهاده ويصنع بالدعوة فربنا قال ما أعظم هذا النبي ثم جعل ملائكة يصلون عليه إلى ملنهاية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم هو أحد صنف من الملائكة دورهم فقط وهو أنه يصلون على النبي ثم هناك ملائكة آخرون ما هو دورهم هم أنهم يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم السلام إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أمة السلام ثم هناك ملائكة تصلي على من يصلي على النبي تصور هناك ملائكة تصلي على من يصلي على النبي قال الصلاة محمد أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عدت علي صلاته حتى يفرغ منها ويبدأ الملائكة يصلي عليك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة هذه ملائكة دورها أن تستغفر للمؤمنين وتصلي على العباد الصالحين كلما دلت عمل صالح تصلي لك وتستغفر لك وكلما صليت على النبي الكريم هي تصلي عليك وكلما جلست في المسجد تذكر الله تعالى تستغفر لك وتصلي عليك والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه تقول اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي أحدا هذا خاص بالمؤمنين الصالحين ثم هناك ملائكة دورهم أنهم يدعون للمؤمنين ويستغفرون لهم الذين يحمل العرش من حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم تغفر للذين تابوا تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقس السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ما شاء الله هذه الملائكة هذو الدور ديانهم فيهم الرحمة وفيهم العطفة كيدعيهم على المؤمنين أنت غافل وأنت لا تستغفر وأنت بعيد عن الدين والله تعالى بغاك تكون مؤمن اجعل هذ الملائكة هم يدعون لك أنت ما عندك أولاد ما عندك عمل صالح هذ الملائكة معك يدعون لك ويستغفرون لك ويستغفرون للذين آمنوا إلى أن قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم وكي يطلبون الله تعالى ادخلت الجنة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودريتهم يقول يارب دخلوا هو ودخل معها الزوجة ديانه ودخل معها الأولاد ديانه ودخل معه والديه وإحبابه خوته ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودريتهم وقيموا السيئات ومن تقي السيئات وذلك هو الفوز العظيم سبحان الله هؤلاء الملائكة ربي عز وجل كلفهم بهذا العمل والمؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام يدينا وبمحمد نبي ورسوله استقام على ذلك الملائكة يدعون له صورا تجارس كل نهار كل ساعة كل دقيقة كي دعوا لك الملائكة وكي قلوا لك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا صور المؤمن من صفته أنه ما عندهش الخوف المؤمن ما عندهش الحزن اللي كان فينا عنده الخوف وعنده الحزن يعني يخسي راجع الإيمان دياله ويستغفر الله تعالى أحسن دواء لا يحتاج إلى أطباء ولا إلى رقات وإلى المعالجين صغير يزيد في الإيمان دياله وزيد في الاستغفار ما غير يبقاش عنده لا خوف ولا حزن واتكون عنده البشارة من صفات المؤمن أنه لا يستاء وأنه لا يتدمر قد يقع له لحظات معينة لأنه بشر ناقص ولكن بقوة الإيمان وعاد الملائكة المؤمن ما عندهش الخوف في القلب دياله وما عندهش الحزن في النفس دياله وديما مبشور ديما الحمد لله غداء غادي يكون أحسن ما يخافش من أزمة اقتصادية أو أزمة عالمية أو حرب عالمية تالتة أو ضمار أو شامل هذا كل كلام لا يؤمن به عرب بأن غداء غادي يكون الخير غادي يكون السلم غادي يكون الأمان غادي يكون شاء الله على الراحة غادي يكون الوفرة في الخيرات غادي يكون أولادنا أحسن منا غادي يكون أحفادنا خيرا منا غادي يكون شاء الله المستقبل إلى الأمام هلاش؟ لأن الملائكة معهم دايما يقولوا الدعاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 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 بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم هذا خير كبير ينتظر أهل الإيمان والملائكة وكي ملائكة آخرين خاصين بأهل الإحسان لك يتصدق صدقة واللي كيمسك الصدقة اللي كيعطي الصدقات وكيوسى على العباد رب يجعل واحد الملائكة ينزلاني كل يوم كل صباح وكل مساء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا أنت كتصدق هو يقول لك الله يخلف عليك الله يخلف عليك بالعشرات بالمئات بالألوف بالملايين. وكين ملكتانك يقول اللهم اعطيهم ومسيكان تلافة. اللهم اعطيهم ومسيكان تلافة. اللهم اعطيهم ومسيكان تلافة. بدك لك يجمع المال وكيخبه وما يرحمش بالاخرين. يقول يا ربي اطلفوا عليه. ما يتصرفش فيه. والعيادوا بالله. كذلك هنا ملائكة اخرون. يكونوا نهار الجمعة. نهار الجمعة من اللي يبغي الامام يصلي بالناس. يوقفوا على ابواب المساجد. ويكتبون الاولة فالاول. يكتبوش كل جلول. اللي بكر بالجمعة. اللي كيجي الاول كيعطوه جمل. اللي كيعطوه. اللي كيجي. تاني كيعطوه مقدار بقرة. اللي كيجي التالت. كيعطوه مقدار كبش. اقرن املح. اللي كيجي الرابع. كيعطوه مقدار دجاجة. اللي كيجي الخامس. كيعطوه البيضة. الاول فالاول. فاذا جلس الامام طواوا الصحف. وجاءوا يستمعون الذكر. هادو كيكونوا في الباب دي للجامع. نرزم عدخل الجامع عرب بأن نرى الملائكة على الباب روكي سجلوه الأول فالأول يكتبون ثم هناك ملائكة معانا كل صلاة يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيد النبي قال قول آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا أعظم عطاء يعني كل يوم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يغفر لك الله يجب أن تصم رمضان كله من صم رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والذي يغفر لك الدم يجب أن تصمش للحج يجب أن تصمش للقرعاء يجب أن تصمش للفيزا يجب أن تصمش المصاريف والطيارات والصفار والشهر للعمل عاد خرج من ذنوبه كيوم ولت أمه لكن هنا هذه كرامة من صلى السنة العادية الفاردة ومع الإمام والإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أنت تقول آمين قال صلى الله عليه وسلم من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذه كرامة والرحمة لله تعالى وفي رواية أخرى إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإن من وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إحنا عدنا وحد فرصة كل صلاة خمس صلوات في اليوم ربنا يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا غدقها الحسنات يوم القيام غدجي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة غدق كل حسنات والسيئة ما كيناش أعلاش لأنك كنت مواضبا على الصلاة ومع الجماعة ثم هناك ملائكة اللي يحضروا في مجالس الدكر مجالس الدكر حذب ما نقوم به الآن في المديع في هذا البرنامج هذا يسمى مجلس دكر كين ملائكة خاصين يقلبوا على المجلس الدكر يطفون في الطرقات يلتمسون مجالس القرآن الكريم ومجالس العلم والفقه ومجالس التسبيح والتحميد والتهليل ومجالس الاستغفار والدعاء فيحضرونها يحضروا لهذا المجالس ويستغفرون للحاضرين تجالسوا ما يستغفرون لكم أخدمين من أجلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطفون في الطرقات يلتمسون أهل الدكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلو بهم ما يقولوا عبادي فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول ربي هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك يا رب العالمين فيقول الله تعالى وكيف لو رأوني فيقولون يا ربنا لو رأوك لكان أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا فيقول ماذا يسألوني قال يسألونك الجنة فيقول هل رأوها يقول لا يا رب لم يروها فيقول وكيف إذا رأوها يقول لو رأوها كانوا أشد علي حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة فيقول مما يتعودون قالوا يتعودون من النار قالها وهذا رأوها قالوا لا يا رب لم يروها قال كيف لو رأوها يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم أي جلسة للذكر في القرآن الكريم في السنة النبوية في الفقه الديني في الذكر أي جلسة كي جول الملائكة وكتكنت معهم وربك يغفر لي كل شيء الدذوب ذلك الجلسة ديالك كي يغفر الله الدذوب كلها وحتى اللي جاء ماشي لأجي الدكر جاء لي حاجة من الحاجات احتاه وكعطي الله النعمة ثم ربنا عز وجل يباهي الملائكة بعباده الذاكرين سيدنا النبي صلى الله وسلم مرة خرجة على حلقة من حلقات أصحابه يجلسون قالوا ما أجلسكم قالوا يا رسول الله هنا الفقراء جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن نبيه علينا من الإيمان صور الصحابة الفقراء جلسين فرحانين مستبشرين ويتذاكرون ماذا جمعكم واش عندهم نقابة عندهم حزب سياسي عندهم مشروع اقتصادي عندهم شي تخطط قالوا لا نحن جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن نبيه علينا من الإيمان فقال النبي الكريم الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني بأن الله تعالى يباهي بكم الملائكة الله تعالى يباهي بكم الملائكة وهذه الملائكة تحف الذين يطلون كتاب الله لكي قال القرآن الكريم الملائكة يحفونه قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ذكرهم الله في من عنده ولكي قرأ العلم الشرعي لكي قرأ العلم الرباني هذا يقرأ الله وحد الكرامة وحد الويسام عظيم وهو أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم هو غضي في الطريق والملائكة تفرج وأجنحتها للأرض التي يسير عليها وإذا جلس طالب العلم بشقر العلم الملائكة الملائكة كتفرش له لأجنحة ديالها لهي أكرم من الحرير تبسط أجنحتها تكريما له ورضا بما يصنع قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علم سهل الله له طريق للجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم رضا لطالب العلم فعلينا أن نحرس على طلب العلم ثم الذي يعلم الناس الخير إذا كان شيء واحد من العباد دوره يعلم الناس الخير هذا ربي جعل ملائكة يصلون عليه كان واحد صنف من الملائكة من الأنوار الأخيار دورهم يصلون على من يعلم الناس الخير قال صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فض العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير لا يصلون على معلم الناس الخير كل من يعلم الناس الخير ربي جعل الملائكة في السماء والأرض حتى النملة في جحرها حتى الطيور في سمائها حتى الحيتان في بحرها حتى الدواب في برية يصلون على معلمي الناس الخير يعني كل واحد من هؤلاء أنك تعلم الناس مبادئ الخير ومبادئ الرحمة ثم كن ملائكة اللي هما كيدعوا شو واحد كيدعي مع واحد اخر هما كيدعوا معاك كي أمنوا لك دعيت ما واحد لإنسان دعوا دي الخير دلت يالي الله ربي عز وجل جعل ملائكة يؤمنون على دعوتك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل أي بمثل ما دعوت لأخيك والملائكة تؤمن على الدعاء عند المريض والمحتضر لشرف على الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون زرت واحد المريض أو ميت عندك تقول ربي ربي انتقم منه كان سيء كان ضال ربي يعطاها علامة إن يكتبوا هذه الكلام لأن الملائكة يؤمنون لقلتك يكتبوها قولوا خيرا قل غفر الله لنا ولك وجعله طهور بإذن الله وربي يتيبك الجنة فيكتب الملائكة ذلك في صحيفة أعمالهم أما الصفات كثيرة عن الملائكة وربما الوقت قد أدركنا فنسأل الله سبحانه وتعالى إحنا في هذه الأيام المعظمة من رمضان في العشر الأواخر وإحنا على أبواب ليلة القدر الكبرى لقل فسين النبي التميسوها في العشر الأواخر الوطرية رأى هذه الأيام غيكون واحد نزول عظيم وكبير دين الملائكة في السماء بغيتكم أيها الأحباب الكرام أنكم تستعدون لهذه الأيام الإنسان يتطهر أنه يغتسل ويتنظف ويلبس أجود ثيابه ويدير العطر ويبخر الدار يدير فعل بخور يدير فعل عود يدير المسك يدير إشعال تلفزيون يدير في الأمدح النبوية يشعال الراديو في الأمدح النبوية يدير أفراح أفراح لأنه يستقبل هذه الملائكة وأنه يحرص على أنه لا يؤذي أحد وأنه لا يقول إلا خير وأنه لا يقول إلا الكلام الطيب وأنه يتعامل مع العائلة والأحباب بالتسامح والعطف والحنان وسوف ترى العجائب ترى عجائب رحمة الله سيأتيك الله بالأرزاق من حيث لا تدري سيغسل الله قلبك من الأحزان ويغسل الله قلبك من المخاوف وسوف تلقل بشارات في أهلك وأولادك وأحبابك وتشفى من الأمراض والأسقام والعلل يتكلى الله قوة على قوتك مدد من عند الرحمن ووضع تكلى الله تعالى سعادة وبغاء واتشوف إن شاء الله المستقبل جميل وكله خير لا تستمع إلى التقارير السياسية لك تقول بأن هناك ناقص خطر غد يقع خطر وغد يقع مجاعة وغد يقع حروب وغد يقع غالاء وغد يقع إلا الخير لأن الله معنا نحن نتيق في الله ونتيق في الملائك الموكلون من عند الله ليربي عز وجل جعلهم على الرحمة وعلى الوفرة وعلى العطاء وعلى المغفرة أما البشر فإنهم ضعفاء لا يضرون ولا ينفعون إلا أنفسهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة الإيمان واليقين ويتقبل منا ومنكم الصيام لن أطيل عليكم أيها الأحباب سنفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل تبقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله